عقد لجنة حماية الطفولة التابعة للمجلس الأعلى للإعلام جلسة عمل مع ممثل وسائل إعلام منظمة الأمم المتحدة لجعاية الأمم والطفولة حول البرامج التوعية لحماية حقوق الأطفال في جهد محمد حسن أدم هذا الاجتماع الدوري الأول الذي جمع أعضاء لجنة حماية الطفولة والشرائح الدعيفة بالمجلس الأعلى للإعلام وممثل وسائل الإعلام العام والخاصة يهدف إلى مناقشة الموادع المتعلقة بحقوق وحماية الأطفال وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المجلس الأعلى للإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف منذ العام 2015 يلعب الإعلام ثلاث أدوار وهي الأخبار التربية والترفيه من خلال هذه الأدوار فإنها تؤثر على سلوك الناس بشكل عام والأطفال بشكل خاص الأطفال في شاتا يخضعون لعدة صعوبات فمساهمة وسائل الإعلام ستساعد في تحسين ظروفهم المعيشية مسؤول قسم الحماية بمنظمة اليونسيف بكريسو غوبا من جهته أكد بأن هذه البادرة لا تتم إلا بمشاركة وسائل الإعلام وذلك عبر البرامج التوعوية والتربوية الإزائية والتلفزيونية وكذا نشر التقارير والمقالات في الصحف المقرؤة كما أن فآليات هذا الاجتماع ستسمح للمشاركين الخروج بتوصيات هامة تنصب في صالح تعزيز الشراكة بين المجلس الأعلى للإعلام ومنظمة اليونسيف بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال الشاديين شكرا شكرا